درس الإيمان والغيب علاقة الدرس بصورة يوسف هي علاقة تربط وتكامل لماذا؟ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف ما هي أسباب قصة يوسف ولكف وقعت ولا متوقعت إلى أن سئل من طرف اليهود عن سر انتقال إخوة يوسف ويعقوب عليه السلام من العيش من قرياتهم أو من قراءهم إلى مصر فنزلت هذه الصورة لتجيب عن هذا السؤال لذلك قصة يوسف هي من الغيبيات والأمور التي تدل أو الآيات التي تدل على هذا الأمر قول الله عز وجل في بداية الصورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إلى من الغافلين ونجد كذلك قول الله عز وجل في آخر الصورة ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديه من أجمع أمرهم وهم يمكرون إذن علاقة الصورة بدرس هي علاقة ترابط وتكامل فصورة يوسف كلها من الغيبيات ماذا نقصد بالإيمان الإيمان في اللغة هو التصديق والإيمان في الاصطلاح هو العلم بأصول عقائل الدين والإقرار بها والتفاعل الوجداني والسلوك معها السلوك معها. طبعا كان مجموعة من تعارف هذا الباب هذا. لكن نكتفي بهذا التعريف العلم بأصول عقائد الدين والإقرار بها والتفاعل الوجداني والسلوك معها. والسلوك معها. درتي في التعريف الإيمان لغة وتصديق واصطلاحا وتصديق الجازم الذي لا يخالطه شك بأصول عقائد الدين وغير ذلك. صحيح. درتي مثلا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. صحيح. إذن هذا التعريف دير الإيمان. ما هي شروط الإيمان؟ شروط الإيمان مجموعة من الشروط. يمكن إجمالها فيما يري. عنوين الدروس. عنوين الدروس هي شروط الإيمان. من شروط الإيمان؟ العلم. من شروط الإيمان؟ تصديق بالغيب. من شروط الإيمان الصبر. من شروط الإيمان اليقين. من شروط إيمان التباع المنافي الابتداء. من شروط الإيمان الخوف والرجاء. الابتعاد عن الفواحش. العفة. الحياة إلى غير ذلك. إذن عنوين دروس بصفة عامة هي شروط الإيمان ولوازم الإيمان ومقتضيات الإيمان والأمور التي لا يصح الإيمان إلا بها يمكن أن يطرح السؤال على الشكل التالي ما هي شرط الإيمان أو ما هي مقتضيات الإيمان أو ما هي لوازم الإيمان إلى غير ذلك ما هي حقيقة الإيمان عندما نقول ما هي حقيقة الإيمان أي إذا ما قلت أنت مؤمن فما حقيقة إيمانك ما هي الأمور التي تفعلها على عرض الواقع التي تؤكد لنا بأنك أنت فعلان مؤمن وش الإيمان غاهضرة وش الإيمان غير قول باللسان وش الإيمان غير يجه Porque قالت الأعرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولم ندخل الإيمان في قلوبكم إذن حقيقة الإيمان تتجلى في كونه إقرار باللسان حسد يانا مؤمن وتصديق بالقلب وش مؤمن غير للسان والقلب في نوا ضخل الإيمان ولا لا إذن حقيقة الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح أنا ممن وكنسب بالله أنا ممن وكنسرق أنا ممن وكنزني إلا إذن قول باللسان صديق بالقلبي عمل بالجوارح الغيب ما أنا مقصود بالغيب؟ الغيب في التعريف اللغوي هو كل ما غاب عن إدراك الحواس في الاصطلاح هو كل ما استأتر الله تعالى بعلمه من عوالم الغيب والشهادة كل ما اختص الله تعالى بعلمه إذن حكم الإيمان بالغيب في الشرع واجب حكم الإيمان بالغيب واجب حكم عدم الإيمان بالغيب محرم أقصى من الإيمان بالغيب هذا ما يتحدش لكم ما كنش في الإطار المرجعي ولكن لا بأس من ذكره إذن القسم الأول غيب نسبي غيب نسبي هو اللي كتعرفون أنت ويجهله الآخرون تدركه أنت ويجهله الآخرون الغيب الثاني غيب مطلق هذا مما اختص الله تعالى بعلمه كقيام الساعة كالروح إلى غير ذلك إذن ما دلالة الإيمان بالغيب؟ على ماذا يدل إيمانك بالغيب؟ أنت كتقر نمو من إلى غير ذلك ما هي دلالة إيمانك بالغيب؟ الإيمان بالغيب يدل على صدق الإيمان ويدل على صحة الإيمان ويدل على قوة الصلة بالإيمان فمن لا يؤمن بالغيب إيمانه باطل ومن لا يؤمن بالغيب إيمانه غير مقبول ولذلك كان من مقتضايات الإيمان ومن شروط الإيمان التصديق بأمور الغيب هنا نطرح سؤالا آخر ما هي علاقة الإيمان بالغيب؟ علاقة الإيمان بالغيب علاقة ترابط وتكامل لا يمكن الفصل بينهما لماذا؟ لأن الإيمان لا يصح إلا إذا صدق الإنسان بأمور الغيب وتصديق بأمور الغيب لا يقبل إلا إذا كان الإنسان مؤمنا حقيقة ولذلك نجد بأن كل أمور وكل أركان الإيمان هي من الغيبيات الآن ما هو أثر الإيمان بالغيب على التصور والسلوك؟ عندما نقول أثر يعني نتائج فوائد أثر نتائج فوائد تمار على التصور كنقصد بها الذهن وكنقصد بها النفس كنقصد بها التصور النفس والعقل على السلوك كنقصد بها القول الفعل فمثلا أثر إيمان بالغيب في التصور ووضوح التصور طمئنان القلب تخلص من الهم السكينة قال حاجة اللي عندنا بالشعور مرتبط بالشعور كالسكينة والهدوء والطمأنينة والراحة إلى غير ذلك نصنفها دمنا التصور مثلا القول الحسن السعي إلى العمل الاجتهاد تخلص من العجز والكسل السعي إلى التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة لاستعداد اليوم الآخر والعمل الصالح هذه كلها من آتار ونتائج وثوائد الإيمان بالغيب على السلوك الذي لا يؤمن بالغيب عقبته أولا في الدنيا لا يرزق الله القبول ولا يرزق الله التوفيق والسدد وفي الآخرة عدم شديد والعياذ بالله ولذلك قال الله عز وجل ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم قيامة أعمى والعياذ بالله إذن هذا هو أول درس من دروس التزكية والتزكية نقصد بها العقيدة ونقصد بكل ما يتعلق بالإيمان وعدنا ربع دي الدروس والتزكية الإيمان والغيب الإيمان والعلم الإيمان وعي عمرت الأرض الإيمان والفلسفة أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة